من أخطر المراحل في حياة الزوجين هي مرحلة التربية من أول بيخلفه بتبتدي أسئلة كتير أو يدور في دماغهم يا ترى هنربيه أو هنربيها إزاي؟ يا ترى أنا هكون أم مثالية وأنا هقدر أكون قد بكدوة؟ كل ده بيحاول دوره على إجابة من خلال أنهم يسألوا الأهل أو الأشخاص اللي عندهم أولاد ومروا بتجربة التربية وفي طريقهم بقى بيعرفوا معلومات بيكون أغلبها مش صح كلها متاخدة عن عادات وموروثات قديمة وبقتش أصلا تنفع في وقتنا الحالي لحد ما بيحصل اللي هم ما عايزينه ويخلفه ساعتها بيبتدوا يعيشوا التجربة بشكل كده عملي في البداية بتكون فترة الانبهار بالطفل وقد إيه هما فرحانين بوجود الطفل ده وده طبعا لأنه عضو جديد بينضم للأسرة فأكيد فيه فرحة والأب والأم مرة واحدة بيلاقي نفسهم بقوا ثلاثة وبعد كده بتعد السنين وتبتدي بقى أول خطوات التربية اللي بجد وهنا بيقعوا في الخطأ الكبير التربية بالنسبة لكثير من الناس بتختلف حسب نوع طبعا المولود يعني مثلا لو المولود ولد فبنلاقي دايما التربية شديدة شديدة شوية ونشفة ودايما يقولوله مفيش راجل بيعيض لازم تبقى ناشف وكلام زي ده كده كثير كله شدة وعنف غير طبعا أنه مسموح له النزول وقت ما يحب ويتأخر بره البيت زي ما هو عايز أما بقى لو المولود الجديدة بنت مولودة جديدة فهنا طبعا بيحصل وضع كده مختلف اللي هو بيبقى فيه الدرعة الدائم وردود كده ورد بقى نجيب لها ورد نجيب لها تشاكلت ومعاملة فيها كده لين وحنية بشكل كبير جدا لكن معاها ممنوع النزول وممنوع الصهر وممنوع التأخير برا وممنوع تروحي المشوار الفلاني وممنوع تروحي لوحدك ولازم أخوكك كبير معاكي وهكذا وبين تربية الولد وتربية البنت أخطاء كبيرة جدا بيقع فيها الأهالي وعداد غلط بياخدوها زي ما هي بدون أصلا أي تفكير لازم نبعد عنها عشان نقدر في الآخر نطلع جيل سليم ومتزن مبروك جبت ولد مبروك خلفت بنت جملتين الفرق ما بينهم كبير قوي مش بس في نوع الجنين لأ ده كمان في أسلوب التربية اللي بيكون مختلف تماما عن بعضه لدرجة ان احنا منلاقي انه مثلا ولد وبنت توقم وعايشين في نفس البيت لكن الولد بيتربى بطريقة والبنت بطريقة تانية خالص طب هل التفرق بقى في التربية دي مطلوبة ولا لأ ولا المفروض نساوي ما بينهم والتنين يتربوا بنفس الطريقة خلونا نعرف ازاي نتعامل مع أولادنا وإيه هي طريقة التربية السليمة عشان ما نفرقش ما بين الولد والبنت من دفنا اللي بيشرفنا نهاردة في استوديو منتصف اليوم الدكتور أحمد علام استشاري علاقات الأسرية أهلا بحريك معنا في الاستوديو دكتور أهلا بحريك أستاذ برداني الحياة لم تبست جدا جدا بحلقتنا مع بعض وأنا والله حلقة جميلة وسريعة إن شاء الله بإذن الله بحوار جميل إن شاء الله يا دكتور دكتور نهاردة حلقتنا عن التفرق في التعامل وفي التربية بالذات ما بين الولد والبنت إيه رأيي حريك في الموضوع ده؟ أول حاجة هاخدها من مقدمة حضاك الجميلة لما قلت مبروك جبت جبت يعني إيه؟ جبت حاجة حاجة قوي قيمة جبت خلفت يعني زي أي حد وكأن الولد ده كأنه هو حاجة قيمة والبنت هي الحاجة أقل معني يعني البنات هم الأمهات وهم الإخوات وهم البنات وهم كل حاجة يعني نص المجتمع بتاعنا طبعا أكيد مش هتلاقي حضرتك حد من المتخصصين اللي عندهم علم ودراية هيقول لحضرتك إن إحنا يجب أن نفرق ما بين الأبناء الزكور والبنات الإناس في المعاملة بالعكس ده الجميع بيقول إن إحنا لازم نخلي فيه مسواة بينهم وبين بعض نخلي فيه احترام نخلي فيه واجبات زي ما هو عليه واجبات هي كمان عليه واجبات زي ما هو ليه حقوق وهي كمان ليها نفس الحقوق بل على العكس وهو ده اللي بيحصل ساعات بقى أو كتير في الواقع التفرقة ما بيجيش من المتخصص هو اللي بيقول كده ولكن بيجي من أولاء الأمور أو الأباء والأمهات نفسهم طب ليه دكتر لحد دلوقت إحنا في 2024 مع ذلك الناس لسه ما عندهاش الوعي الكافي ما بين الولد والبنت لما يخلي فيه واني ولد وبنت وورده لسه فيه ناس وفيه أهالي بيفرقوا في التربية ليه أصلا لسه لحد دلوقت بيحصل كده تقاليد وأفكار وعدات موروصة في المجتمعات الشرقية يعني مش هتلاقي برده موجود في المجتمعات الغربية إنما هتلاقيه موجود وكان موجود على فكرة في المجتمعات الغربية زمان يعني زمان في الأجيال القديمة كان ممكن يكون فيه هذا الأمر إنما مع الوقت ومع التطور بالنسبة لهم خلوا أن المساواة موجودة بينهم مملتين أما المجتمعات الشرقية فهي ما زال بتعترف أو بتحطى في دماغها إن الرجل هو ما زال هو المتحكم وهو اللي المفروض يتأخر برا البيت الولد ما فيهش مشكلة إنما البنت ما تتأخرش طب ما هو لو هو غلط إن أنت تتأخر برا البيت أو البنت تتأخر ببرضو غلط إن الولد يتأخر لو أنت افترض إن ده غلط على البنت فهو كمان غلط على الولد مفترضين طبعا من فكرة إن القوامة للرجل فهو القوامة الرجل وغدينها بقى إننا إيه القوامة في إننا مش لما أكون زوج وبنفق على زوج تلاح حتى في الأبناء الزكور والإناس يبقى الولد ده ولد أفضل منك ده هو ده يعمل بس أنت ما تعمليش هو من حق وكذا بس أنت مش من حق كمان أنت بنت فتقوم تخسل الأطباق وتقوم تنظاف الشيء إنما هو ولد يطلب ويجيله يطلب وانس جبيره الحاجة فيطلع لهذا الولد في الآخر زوج بيعمل نفس الحاجة مع زوجته يقول لها روح يودي التمرين وروح يودي الدروس وروح يعود زاكر الأولاد وينزل الشغل وعمل لنا الأكل والشرب وأنا بس هروح الشغل وفي الآخر أنا اللي اسمي رجل وانت اللي اسمك مرقف عشان كده بنقول فيه فرق بين الزاكر والرجل يعني الزاكر حاجة والرجل الرجولة لها حاجات كتيرة دكتور من وجهة نظرك حريك بتقول فيه فرق ما بين الزاكر والرجل وفعلا كلمة رجل تتقال على أحد وزاكر بتتقالها على ناس تانية ايه الفرق بين الاثنين الزاكر هو خلاص هو تكوينه الجسمانين ده زاكر وديه أنسة إنما الرجل هو جاية من تحمل المسؤولية جاية من أنه هو أصلا أنه عنده يعني إحساس بالحماية والأمان للناس اللي حواليه أنا كرجل المفروض أن أنت وانت صغير بربي أولادي أن أنت راجل فانت راجل بتحمي إيه بتحمي أختك بتشيل عنها بتخليها بدل ما هي تعمل أنت تعمل بدل ما ممتك تعمل كذا أنت اللي تعمل هذا الأمر بأنت لما ترمي حاجة ما هي ممتك اللي هتشيلها وأختك اللي هتشيل لازمها أعلي هذا المفهوم عند هذا الولد وهو صغير عشان يبقى يقول له إنت راجل الراجل بيعمل كذا وكذا ما إحنا عندنا يقول له الراجل ما يعيطش لا الراجل ممكن يعيط بس هو تحمل مسؤولية أو الراجل ممكن йبكي عنده مشاعر لا الراجل ما يعملش كذا لا فيه حاجات زي ما قالت لحضرتك ملهاش علاقة بتحمل المسؤولية وإحنا عاملينها للرجال والحاجات اللي إلي العلاقة بتحمل المسؤولية ما بنقولش فيها إن هادية رجولة ولا أي حاجة مشاعدة لي أنا لما علموا إنه هو يشيل هو ده هيشيل عن أمه وهيشيل عن أخته وهيشيل عن بنته بعد كده وهيديهم إحساس الأمان وإحساس إنه هو مش كل يوم والتاني هروح لوحدة وهسيب دي وطلق وانفصل اللي انفصل الكتير ده إيه مع عدم تحمل مسؤولية عدم تحمل مسؤولية وعدم إدراك من والولد صغير إنه هو اللي بيجبر رازم يبقى راجل راجل بمعنى الكلمة راجل يشيل مسؤولية راجل يبقى فاهم يعني إيه بيت يعني إيه أسرة يعني إيه أولاد يعني إيه إني أتحمل المسؤولية لإن دي بتقوم عليها حاجات كتيرة قوي لكن للأسف ده اللي إحنا عشي كامل لحلقيتنا النهاردة بنلاقي بقى مشاكل جات من هنا طيب أنا عايزة أعرف من حريك حريك ده رابط مثل إنه مثلا الأهالي اللي بتقول للبنت أنت ما تتأخريش والولد اتأخر أنت براحتك وديت مثلا برضو إنه عند مثلا المواعين والبيت وتنظيف البيت أنت قومي وكده وانت سعد أنت أخوكي قوم أنت جبيره لو هو نفسه في الشاي أو حاجة إنسي روح يعمل يقوله رأي حريك بقى إيه في الموضوع للأثار النفسية لأنه أكيد أكيد الموضوع بيسيب أثار نفسية عند البنت وعند الولد إيه الأثار النفسية اللي هيسيبوها أصلا من هم صغيرين وإيه الأثار النفسية اللي بعد كده بقى هتترتب عليها لما يكبروا أنا أقول حاجة لما يكبروا عشان بس الناس تخلي بالا أكتر مشكلتين بيعملوا بعد كده بالنسبة للبنات اللي المفروض إنه إحنا دايما نقول لهم اللي قلبهم طيب وهم اللي عندهم الحنية وعندهم المشاعر على الأهل أكتر مشكلتين بيواجهون ودايما بنسمع عنهم البنات هي حتة عقوق الوالدين وممكن منشوفها ساعات ودايما بنرمي لهم أنا طبعا أكيد مش مع هذا الأمر طبعا ودعم رفوت تماما التحليل اللي بيحصل عقوق الوالدين والمشكلات مع الأهالي من نسبة للبنات بيكون رواسب من الماضي بسبب هذه الأحداث أو بسبب بعض هذه الأحداث هي شافت إن أنت فرقت بيني وبين أخويا فأنا لما أكبر مش هعملك الحاجة أو مش هعملك الحاجة أنت كنت بتفرقي بيننا وبين بعض وإحنا صغارين قد تكون بدافع هي فكرة كويس وفي دماغها مترسخ أو من خلال إن هي ده بقى خلاص عملها حاجة نفسية جواها بتتعامل بالمعاملة السيئة مع الأهل طبعا ده مرفوض وطبعا دينايا مرفوض ولكن إحنا نقول اللي بيحصل بيحصل ليه كده عشان أحيانا بيبقى جاي منهم وإحنا منقول لهم لا وأنتوا غلطانين والكلام ده كله بس هو ده أسباب فأنتوا اللي إنتوا هتعملوه وفيهم هم صغارين حيتردلكوا برضو بعض برضو خالي نقول يا دكتور ده مش مبرر يعني مفيش أي مبرر أنه الأولاد يأثروا مع والديهم بعد ما يكبروا لأنه هم ربوك ومتعبوا فيك وارد اللي حصل أخطاء وإنتوا صغيرين فيك بس ده مش معناه خالص أنه يعني ده حاجة مرفوضة وبعدين معلش أنا برضو عندي وجهة نظر إنه لو أنت شايفة كده روح يتعالجي إنه أكيد ده مشكلة متسبب لك حاجة نفسيا اتعالجي من المنطقة دي لأنه ده حتى عقابه عند ربنا كبير قوي لنعبوك الوالدين طبعا وإحنا بنلوم كده وعايز أقوله حريك على حاجة إحنا لما بنرسل عشان بس الناس تبقى برضو مفرقة هو فيه واحد بيكون صارق بيكون حرامي تمام مش معنى إنه أنا أقول إنه فيه حرامي أو فيه لص فمعنى كده إنه أنا مؤيد هذا بقوله هو بيعمل الجريمة بتاعته دي بدافع إنه هو حاسس بكذا وكذا إنما مش معنى إنه أنا مؤيده طبعا فبالتالي إحنا بنقول فيه عقوق آه طبعا مش مؤيدين ومؤلاء الأديان السموية كلها بتأيد ولكن يا جماعة وهو ده بيخليهم هم ساعات يعملوا حاجات غلط هم هم إنه بنت بتغلط هو كمان ممكن يغلط الأثار النفسية بقى اللي حضرتك كلمت عليها بالنسبة لبن إحساس بعدم الثقة بالنفس إحساس بالخزلان من أكتر حد المفروض إنه هم يكونوا سند بالنسبة لها إحساس بالخزلان والضعف والمهانة والقلة الكرامة أحيانا لدرجة إن في البعض خلاص بتتعود إن دي الحياة بتاعتها بقى فيه العكس وفاكرة ده الطبيعي ده الطبيعي إنه هو لازم يزعق لي إنه دخلي بيالك أنا مش بنتكلم كمان على المجتمعات اللي هي في المدن بس إحنا عندنا حاجات كمان في أماكن أخرى وأماكن ناقية وفي قرى بعيدة وكلام ده كله خلاص خلت على إن الطبيعي الراجل يعمل كده فجوزة لازم يزعق لي جوزة لازم يعمل كذا أنا مقدرش أفتح بقي أنا مقدرش أتناقش ده كمان بيعمل قصور في العلاقة الأسرية بيخلي الأسر قايمة بواحد بس بفكر معين والفكر الآخر مش موجود فبالتالي ده كله بيبقى أثار نفسية ممكن يعمل اكتئاب ممكن يعمل قلق ممكن يعمل توطر ممكن يعمل خوف خوف من تكوين الأسرة نفسه إن هي هتتحطى في الموقف ده لما تكبر ويبقى فيه حد بيفرض عليها بعض الأمور دي كلها أشياء طبعا بتبقى موجودة عند المرأة طبعا عند الولد بقى يطلع إيه يطلع إنسان غير متحمل المسؤولية يطلع إنسان مغرور يطلع إنسان أناني يطلع إنسان نرجسي وليه دايما لما بنيجي نتكلم عن النرجسية الأغلبية بنقول عند الرجال مش عند النساء آه فيه نرجسي عشان دي بقى حاجات تورسوها منذ الصغر بالشكل ده مؤخر إن انت اللي تعمل كذا انت الابن انت بتعملش كذا فلما بيكبر عايز يطبق هذا الكلام فين بقى ممكن يطبقه على الزوجة وممكن يطبقه حتى في المجتمعات اللي حواليه على الشغل بتاعه ولو هو الموديل أو هو مسؤول أول ما بيتمكن بيتطبق صفات النرجسية اللي أهم صفاتها الأنانية والإعجاب بالذات وانه هو دايما يبقى عايز يقدر والغرور دازم يقدر رغم انه هو ما عملش حاجة تستهل التقديم والتقليل من الآخرين زي ما كان بيتعامل معايا بنت ما عملتش أي حاجة غير انه هي بنت بيتقلل منها وهو ما عملش حاجة غير انه هو ولد فبيعلم من شأنه فمتعود على كده فلما أقبر أعمل نفس هذا الأمر مع الآخرين ما أنا متعود ان أنا يدوني كلمات إطراء وكلمات مديح ولا ما عملتش أي حاجة يعني ما عملش إنجاز هبدأ يا دكتر التربية بنا فاكرين ان هي سهلة وان شاء الله بسيطة وان شاء الله هنعرف ان ربي أولاد أسوياء ولكن الأهالي ممكن يسببوا عقد كبيرة قوي 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 ومشاكل نفسية عند الأولاد لما بيجبروا وهم ما عندهمش الإدراك ده ودي المشكلة اللي احنا نفسي 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 بجد الأهالي كلها يوصلوا للمرحلة دي انه هتأثر هتأثر عليهم لما يجبروا في الآخر البنت دي تبقى أم في يوم من الأيام والولد الصغير ده يبقى أب في يوم من الأيام فانتوا اللي في الآخر هتشوفوا تربيتكو دي وصلت لأنهي مرحلة وبرضو أوقات للأسف يعني الموضوع بيتفاقم جدا جدا بيوصل لمرحلة احنا أصلا يعني مش عايزينها بصراحة لا وعايز أقول لها دك على حاجة ساعات ما فيه بيوت كتيرة الابن اللي هو اللي موجود وهو سبب شقاء الأسرة كلها والبنات يعيني هم اللي شايلينها عشان هو دمرهم بسبب مثلا تعاطي أو الانحراف بتاعه وانحراف السلوك والكلام ده كل مهم جدا كمان عشان قلنا كلمة النرجسية دايما يا جماعة نسني على أفعال أبنائنا مش عليهم هم يعني ايه يعني أنا ما أقولش للولد انت جميل انت أجمل ممكن أقول هالو بس يكون عمل عمل يستحق غدأ انت جميل عشان انت نجحت يعني المتح الفعل هو عمله مش ليه هو كده وخراس اه انت عشان اخترت الحاجة دي فانت فعلا ولد زكي أنا ممكن أديره هنا صفة الزكاء صفة كذا بس مش طول النهار عمل على بطال بمدح فيه وهو ما عملش حاجة حبيبه هو متعود زي ما قلت لحضراتك ان النرجسية أو النرجسي عايز اطراق طول الوقت رغم انه هو ما عملش حاجة عايز مديح رغم انه ما عملش اللي تعود عليه وهو وظهر لا انت بتاخد المتح لما تعمل حاجة إنجاز لما تعمل حاجة كويسة لما تجأ تعمل حاجة تتفاخر فيها وعايز اقول لحضراتك هو برضو من ضمن الحاجات وهي موجودة لأسف مش في مصر بس في العالم كله حيث ان احنا ايه نحتفل بعيد الميلاد ونحتفل في حاجات ان عايزك تقول لي احتفل بان انت عملت ايه السنة دي افضل من ان انا احتفل بان انا تمت 15 تمت 20 طب ماشي تمتهم ده مش انجاز الانجاز عملت ايه في سنة من 19 لحد 20 السنة دي عملت فيها ايه من 15 لحد 16 السنة دي عملت فيها ايه ده هيبقى افضل كدير جدا من الاحتفال اول افضل ان احنا نركز في افعالنا وفي كلامنا وفي طموحنا وفي اهدافنا لان ده اللي ببني البني آدم وده اللي ببني الانسان واحنا لازم ندور على ان احنا ده نملأ بطريقة مفيدة مش باي كلام طب دكتور ايه رأيك في الاهالي لانه في بعض الاهالي اللي بتفتكر انه البنت دورها ان هي تتعلم وتخلص مدرسة وتخلص جامعة وبعدين تقعد في البيت تتجوز وتربي العيال ولا بقى تشتغل ولا بقى اللي عايز نعمل مجلس ترقى او دكتوراه ولا تتكمل بقى دراستها لا هو انت مفروض تتجوزي وتعوزي في البيت ايه رأيك في التفكير ده لو التفكير جاي باجبار من الاهل طبعا مرفوض وهقول لهم ليه اما لو هي البنت خلاص هي عايزة هي تموحها كده فانا مش هكبرها ان انت لازم تشتغل احنا هي بنتكلم على ان هي عايزة تعمل كده هي عايزة تشتغل هي عايزة تبني ذاتها مع ذلك ببقى فيه اجبار من بعض الاهالي على البنات بالذات انه لا انت متشتغليش هذا الكبت بيحصل انفجار فيه في الاسرة في يوم ما بتفضل بناك كتير يا استاذ ابريهام مش قادرين وهم زوجات ولسه في سنة صغيرة مش قادرين يعملوا هذا الانفجار بيستنوا لحد ما يتمكنوا وقولك احنا مش عايز ايه مش عايز الاسرة انا عايز امفاصل انا مش عايز اسيب اولادي ليه جانت عايزة حاجات وهي صغيرة الرغبات دي كوبيتت عندها فانفسها تحققها بعد ما كبرت او حاسة ان هي هتقبل اوه مش طرف تحقق الكلام ده كله فعايزة تنفصل فاحنا عشان كده بنقول سيبوها تعمل ممكن تجرب يمكن تكمل يمكن ما تكملش وبعدين هم وانا دلوقتي ايه الخوف بالنسبة لك على بنتي طالما ان انا ربيتها كويس انزلي للمجتمع هو ان خايف ان انا انزلها للمجتمع ليه وانا بقول ان انا بربيت كل الناس بقول احنا ربينا احسن تربية كل حد يقول لك ده انا بنتي احسن بنت وابني احسن بنتي عمرك ما هتعرف انت ربيت صح والغلط غير لما تتحطف مواقف فعلا تطلع هي قد المسئولية لانه الكلام سهل قوي وانا سهل قوي ان انا اقول انا ربيت ولادي كويس قوي لكن ايه اللي هيثبت لما يتحطوا في مواقف صعبة فيها ان هما يختاروا بين الصح والغلط ويختاروا الصح وكبالين التجربة ان هي لما بتجرب الحياة فبتقدر تدي الخبراتها هتنضع اصلا والزوجها كمان تقدر تساعد وانا النهاردة لما انزلت من مكان لمكان عرفت ان المكان ده بياخد ساعة وبلاقي فيه زحمة فانا عرفت التجربة دي تجربة صغيرة كده فلما يجي حد رايحها لما لما يجي بعد كده انا مش عارف ده بيروح في قد ايه وبيرجع وهو بيقول وكذا وبيقول انما لما انزل وعاصل لما انزل اشتغل وشوف في الشغل بيبقى فيه مشقة ازاي وفيه عمل فقدر اقدر كمان زوجي اللي انا انه هو تعبان لو انا مش هشتغل بعد كده مش هكمل ودي نقطة مهمة قوية داكتر وانا بشوفها حوالي انه الست اللي ما اشتغلتش عايزي وارد ان انا ممكن اتجوز وقول انا مش عايزة اكمل الشغل يعني انا ممكن ارجع من الشغل فعلا مضغوطة ومش قادر اتكلم مع احد فبلالاسف ده بيجيب مشاكل كتير وعشان كده انا نصحتي مني للاهالي سيبي ولادكو بعد الجامعة يشتغلوا حتى لو يجربوا حتى شهر واحد عشان مخوهم حتى يجبر ويبقوا نطجين طب دكتر احنا كاهالي يعني امتى اقدر اقول انه كده الامة والاب ربه كويس امتى اقدر اقول انه هما ماشيين في الطريق الصح امتى اقدر اقول ان التربية دي في الاتجاه الصح لما يكون فيه عندي يعني الابناء اسوياء يكون فيه عندي ابناء ناجحين يكون فيه عندي ابناء أخلاقياتهم عالية تلت اربع حاجات زي ما احنا نقول النمازج البسيطة الاشخاص اللي قدامي اسوياء ناجحين اخلاقياتهم عالية في تعاملهم مع الناس فبالتالي انا اقدروا انهم ربه صح طيب لقينا بقى في حتة اول حاجة انهم مش اسوياء دي او فيه تصرفات دي أول حاجة لأهل أهل على طول عشان بس نبقى فاهمين الأبناء اللي عندهم مشكلات نفسية المشكلات دي الكبار هي مشكلاتهم ممكن تكون راجع عليهم إنما الأبناء هي مشكلات راجع علي التربية ده في المقام الأول النجاح والفشل أحيانا فيه بيبقوا لعبيين فيه بيبقوا ادماجهم ماشي ممكن ولكن هي حتة الأسوياء في تعاملهم التعامل مع الناس والتعامل بأخلاقيات عليهم وبرضو راجع علي التربية أنا شفت التعامل أنا شفت والدي كمان بيتعامل إزاي مع والدتي مش بس أنت بتقوله يعمل كده وانت هم بتعملش أنا شلط هو كمان بيتعامل إزاي مع والدتي فبيتالي ده كله في الآخر هقدر أقول عليه إن الناس دي ربت صحة وأحسنوا التربية أو الولادهم فعلا وولاد أصول كلمة ولاد الأصول دي كل الناس ولاد ناس إنما من اللي عنده أصل فعلا الأصل الطيب من هذه المعاملات اللي احنا قلنا صح والنفسي بقى دايما نقدر نقوله على كل الناس لأنه هم ولاد أصول لأنه ولاد الناس كلنا ولاد الناس فعلا لكن ولاد الأصول دي محتاجة بنود كتيرة قوي تتحط تحت الجملة دي لأنه هي ما بتتقلش على أي حد والأصول هي عمرها ما نعرف نشتريها بالفلوس وعمرها ما هتجي بالعمل وعمرها ما هتجي بالتعليم هي بتجي فعلا من الأخلاق ومن التربية ومن الاتزان ودي فعلا حاجة ممكن نشتغل عليها سنين عشان نعرف نوصل لها اه طبعا فعشان كده هزي حدك بتقوليه هو ده اللي نقدر نقول عليه هذا الأمر فبالتالي كل الكلام ده هيتحقق في حاجتين أنا بربي أولادي تربية صحية وتربية نفسية جيدة أولادي الزكور والإنس مش بس بربي دول ودول بعمل لهم تربية أخرى وهم الاتنين في بيت واحد وأنا بشوف كتير جدا نمازج أن البنت في يعني هي اللي أحسن يعني في البيت لما تقيد قرنهم بعض تحسن أن البنت لا هي اللي كويسة عن الولد ليه هو ما ترباش أنت لو هو تربى على الألانية وعلى الغروب على الحاجات دي فتحسن أن ما تيجي تشوفيه من أول وهلة بس كلامهم طريق كلام ده متعجر في قاعد حاطة رجل على رجل قدام مثلا الكبار بقدر للمح هذه الأمور من أول لقاء مثلا معاهم ولا البنت اللي قاعدة مؤدبة بتتكلم بطريقة مهزبة في حاجة فده بيخلينا عرف أن على طول ده في هنا تربية خاطئة وهنا تربية كانت تتربية بطريقة معينة القيم والثوابت والمفاهيم اللي لازم أزرعها في ولازين هما ولد وبنت أكيد الاحترام أكيد ده الاحترام ده من أهم القيم اللي أنا لازم أزرعها احترامي للآخرين واحترامي لذاتي أكيد قيمة العمل وقيمة الجهد وقيمة أننا لازم أننا أبز المجهود عشان أصل للحاجة اللي أنا عايزها مش قيمة الغش وقيمة الفهلاوة والكلام ده كله أخيد القيم الأخلاقية اللي احنا بنتكلم عليها اللي النهاردة بنشوف ناس كتيرة جدا ما بيهموش الأخلاقيات بصرف النظر عن أي حاجة يعمل أي حاجة أطلع تريند أعملش عارف إيه أتشتب بس المهمة يجي لي فلوس بس المهمة تعارف فبالتالي دي قيم أخلاقية اللي احنا لازم نعمل عليه اللي هي حتة زي ما احنا قلنا الأخلاق والإحترام والمعاملات للآخرين لازم تكون بيها طبعا توقيل كبير وعطف على الصغير زي الحاجات اللي احنا كنا بناخدها واحنا صغيرين والشقاء والعمل والاجتهاد هم في الآخر اللي هقولي اوعد قولي ابنك انت تنجح في الفعلاء واوعد تنجحه بالواسطة مش تنجحه بس في المدرسة انه ممكن يقولي في المدرسة ما بينجحوش بالواسطة كتير او صعب انما في الحياة عمتا اروح تدريب اخلي ولدي تفوق على ولد عشان انا اكلمت انا صديق المدرب اروح اودي مش عارف مين ما ينفعش غير ويدخل انما ده عرف تدخله عشان انا صاحب مش عارف مين لا سيبه ياخد الحاجة ويعرف ان الموضوع صعب ويعرف ان العملية فيها تجارب ممكن تحتمل الخطأ ممكن تحتمل الصواب واحنا متشوف انه هرده بعض الشخصات يعني عنده احساس الرفض ده معناه انه هو مستحيل ما حدش يقولي ان انت مرفوض ما حدش يقولي خطبت سابتنا اروح اعمل مش عارف كذا او هو يصب مرض نفسي او هو يصب اكتئاب ليه لانه مش متعود على هذا الاحساس منه هو صغير لان التربية اصلا ما كانتش من الاول سليمة كل اللي عايزه بيجي نفسك تقول ايه لكل ابو وام دلوقتي بقى اخر كلمة نقولها للسادة المشاهدين لكل الاهالي عايزين ربي تربية سليمة ومتزنة نفس اقول لهم ان انتوا اعرفوا ان الحياة صعبة والحياة فيها مشقة وان انتوا ابنائكم عشان تسلموهم تسليم صح لما يتبروا لازم ان انتوا تربوهم على ان هم يشقوا شوية ويتعبوا شوية تاخدوا باديهم واهم حاجة لازم تربوهم المساواة ما بين الزكور والاناس والمساواة بينهم من بعضهم عشان برضو محدش ايه يخلي ولد افضل من ولد او بنت افضل من بنت يبقى عنده تلت اربع بلاد بس بيفضل المساواة بينهم حتى الرسول صلى الله عليه وسلم الف القبلات في القبل ان انا بس ابوس دي بوسة فلازم ابوس هي الاخرى او قبلة فبالتالي يا جماعة المساواة شيء مهم جدا الاحترام شيء مهم جدا وكمان القيامة الاخلاقية والسوابط والعادات اللي احنا تربنا عليها ونتمنى ان هي تبقى موجودة وتسود مجتمعات وصح يا دكتور المساواة بين الاولاد من اهم الحاجات اللي لازم تكون موجودة عند كل الاب وام لانه بالمساواة بين الاولاد انتوا هتطلعوا اولاد متزنين هدزين محترمين عارفين القيم عارفين اخلاق هي زي البداية هو ده الارض الخزبة اللي هتبنوا عليها حاجات كتيرة اوي بلاش نفرق بقى بين الاولاد ما بلاش حتى نخلي الولد هو اللي عليه الكلمة الاولة والاخيرة والبنت لأ يا حرام تقعد جنبنا وما عملهاش اي حاجة هتقولش اي حاجة لانه في الاخر ده هيسيب اثار نفسية كبيرة اوي اي حاجة الاولاد بيوصروا ليها بتبقى اكيد سببها الاب والام مش عايزين برضو نرمي اللوم كله على الاب والام ولكن على اقل من هما صغيرين دول ما شافوش حاجة غير الاب والام فاكيد اي تصرف من هما صغيرين غلط بيعملوه فاحنا كاهالي اللي هنشيل في الاخر يعني اسباب واعراض التصرف ويبقوا يفتكروا ان الولادة هما صغيرين اوي فمش فاهمين اوي ده لو دليل عندهم قطة في البيت وتبطبط عليها بيبقى ابنها قاعد عمال يبصرها وهو لسه ما يعرفش اي حتى يمشي يبصرها وقاعد بالداية انها بتبطب على القطة اكتر مثلا ما تبطبتش عليه هو وبخلصت هو في حضنة ما بالك اولادكو بقى دكتور احمد علام استشارة لقاتر الاسرية بنشكرك جدا على حلقة النهار ده شكرا جزيلا يا فن والحضر شكرا يا دكتور خلصت الموضوع كده محتاجين نغير طريقة التربية داخل الاسرة وداخل المجتمع بشكل كامل بداية بقى من الحضانة مرورا بقى بالمدرسة والحد كمان الجامعة محتاجين نربي بناتنا واولادنا في بيئة صحية بعيدة عن تقسيم بقى الاضوار على الاساس بقى نوع الطفل هو ولد ولا بنت ولازم كمان نخلق بيئة كلها مسواة وتكافؤ في الفرص قدام الولد زي قدام البنت بالزبط ونربيهم على انهم يعتمدوا على كفائتهم الشخصية ويكونوا واسقين في نفسهم ونفهم كويس قوي ان البنت زي الولد اه فيه اختلافات ما بينهم ولكن في الاخر كتربية لازم يكون فيه مسواة في التربية لازم نتزي رتوش كده صغيرة في التفرقة ولكن هم اللي اتنين لازم ياخدوا نفس الاهتمام ويحصلوا كمان على نفس التأذير عشان في النهاية يطلعوا هو قب كده سليم وام سوية وسليمة يعرفوا كمان يخلفوا كمان جيل يعرفوا يربوا بعد كده صح زي ما هم متربوا ونصحت الكل ابو وام حفظوا على أولادكو حبوهم بلاش تجيبوا لهم اي مشاكل لانه تزي في الاخر هنشوفها قدام وكده تكون خلصة حلقتنا نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في حلقة جديدة من منتصف اليوم اشتركوا في القناة